السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم امبارح بعد مباراة الأهل السعودي وشباب أهل دبي منتهت وبعدما فازأ الأهل السعودي بركلات الجزاء 4-3 وبعدما تعادل عمر السومة من خلال ركلة جزاء صحيحة وقوية جدا جدا وبعدما أضاع عمر السومة أيضا ركلة جزاء في الركلات الترجحية اللي في آخر المباراة انقسم عشاق عمر السومة ناحية عمر السومة البعض حمل عمر السومة مسئولية ركلة الجزاء الأخيرة وقال أنه لا ينبغي على العكيد عمر السومة وهو في هذا السن وهو في تلك المرحلة من الخبرة أن يضيع ركلة جزاء والبعض الآخر وأنا بنتمي للمذهب ده جاله عادي مفيش أي مشكلة لأنه هو أصلا اللي وصلنا لركلات الجزاء الترجحية بهدف التعادل عمر السومة سجل ركلة جزاء وضيع ركلة جزاء وبعدين ركلة جزاء عمر السومة اللي ضيعها هو ما ضيعهاش برا المرمى لا ده هو خبطها في العرضة إذن هي كان على بعد ملي مترات قليلة وكانت هتدخل في المرمى بعد تلك الحالة من الدوشة ومن الانقلاب على السوشيال ميديا عديد من الصحف كتبت مثلا صحيفة المرصد عمر السومة يعتذر لجماهير الأهلي رغم تأهل الفريق جريدة سبورت 360 كتبت السومة يعتذر لجماهير الأهلي عن ضياع ضربة الجزاء وذكر موقع كورة 365 أول تعليق من عمر السومة عقب إهداره لركلة الجزاء أمام شباب الأهلي وكتب موقع صدى البلد المصري معتدرا عن إضاعة بلينتي تعليق عمر السومة عن تأهل أهلي جدة لربع نهائي أبطال أسايا عمر السومة نفسه هو بعد انتهاء المباراة أمس فورا بعد انتهاء المباراة لحظيا يعني بحوالي دقيقة كتب على تويتر هذا المنشور الذي أمامكم الحمد لله على الفوز والتأهل ألف مبروك لجماهيرنا والقادم أفضل إن شاء الله وأعتدر على البلينتي ما عاد أعيدها أنا وجهة نظري الشخصية أن أي لعب في العالم بيضيع ركلات الجزاء ركلات الجزاء ليس لها أمان ركلات الجزاء بتحتاج إلى قدر عالي جدا من التركيز ومن الثقة بالنفس واللي امتبع منكم مبارح سواء ركلات جزاء الأهل السعودي أو شباب أهل دبي كلها كان فيها غل كلها كان فيها عنف كل اللعيبة كانت مركزة جدا جدا أن هي تسدد الكرة بأعلى قوة ممكنة وإنت مع القوة الشديدة أحيانا بتفقد تركيزك عمر السومة فلحت معاه الطريقة دي في أول ركل الجزاء ولكن في الثانية جت في العرض والموضوع الأهم اللي أنا جاي أتكلم معاكم النهار بها هو لقب جديد حققه العجيد عمر السومة دايما عمر السومة مع النادي الأهلي السعودية ومن أول مواصل للدور السعودي إلى الآن وهو كل سنة وكل شهر بيحقق القاد لقب النهاردة لن يستطيع أحد أن يتخطاه كتب موقع سبورت توميوس تيم السومة يكسر رقم القحطاني في دوري أبطال أسياد بعد هدفه أمام شباب الأهلي وكتب موقع يلا سبورت عمر السومة يحقق رقم جديد بهدفه بدوري الأبطال طيب إيه بالضبط اللقب اللي حققه عمر السومة عمر السومة أصبح أكثر من سجل لنادي واحد في تاريخ دوري أبطال أسياد هل أنتم متخيلين الرقم؟ عمر السومة مبارح بهدفه الأولاني اللي من ركل الجزاء أصبح أهدافه 19 هدف مع الأهلي السعودي فقط أما بقية اللاعبين ومنهم مثلا ياسر القحطاني ومنهم لعبين آخرين سجلوا مع أندي عدة ولكن عمر السومة سجل أعلى رصيد من الأهداف في دوري أبطال أسياد مع نادي واحد فقط وده يمكن اللي بيعكس رغبة عمر السومة في الاستقرار الناس كتير بتسأل إلى الآن هل عمر السومة هيسيب الأهل السعودي ولا هيتركه؟ أنا ما أعتقدش أنه عمر السومة هيضح بالاستقرار تحت أي ظرف وطبعا الناس كتيرة جدا بتسأل من أبطال أسياد في المباراة المقبلة مباراة الدور الربع نهائي كل الصحف بتؤكد أن الأهل السعودي هيلعب إن شاء الله بإذن الله مع بختكور الأسباكي المصري اليوم كتبت الأهل السعودي واجه بختكور الأربعاء على بطاقة التأهل لنصف نهائي أبطال أسياد وأيضا صحيفة فرنس 24 كتبت دوري أبطال أسياد الأهل السعودي وبختكور إلى ربع النهائي المباراة بإذن الله إن شاء الله هتكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 39 إما الساعة 4 إلا تلت أو الساعة 8 إلا ربع طبعا كل ده بتوقيت مصر لو عايزين تشاهدوا المباراة بتوقيت سوريا زودوا ساعة هتكون المباراة الأولى بإذن الله إن شاء الله الساعة 5 إلا تلت والمباراة التانية بإذن الله الساعة 9 إلا تلت أنهي مباراة بالزبط هي مباراة الأهل وبختكور إلى الآن لم يتم تحديد الموعد بعد ولكن المباراة أكيد هتكون يوم الأربع بإذن الله المقبل الأهلي مع بختكور واللي هيفوز من تلك المباراة هيروح على طول على المباراة النهائية بإذن الله وهيلاعب الفائز من كل من برس بوليس والسد والنصر والتعاون وهما بالمناسبة هيلعبوا إن شاء الله مبارياتهم النهاردة وتعالوا نذهب ونرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول من مهد سيريال مرحبا أخي بالنسبة للبطولة العربية ياللي من المفروض أنها تكون مقامة بقطر في شيء أخبار عنها لإني ما عد شفناها أي أخبار عنها البطولة بإذن الله إن شاء الله هتتلعب ولكن على الأغلب هيتغير معادها على الأغلب هتتلعب في نص عام 2021 على الأغلب طبعا ممكن الأمور تتغير وارد كل شيء وارد وطبعا مع وباء كورونا الأمور أصبحت غير واضحة المعالم ودعليق آخر من فاعل خير بيان الفيفا باطل لأن اللاعب لم يلعب على العشب يعني بالمشارمحي لم يلعب مع منتخب السويد الأول يعني أنا أدعوك أولا يا أخي الغالي وأدعوكم تقولولي يعنيه بالمشارمحي أنا ما عرفش بصراحة ولكن هو بيتكلم عن سرجون إبراهام وقانونية مشاركته مع المنتخب السوري وهو بيقول أن سرجون إبراهام ملعبش على العشب للأسف للأسف الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يفرق ما بين العشب أو بلاط أو الأرضية بتاعة ملعب الصلاة للأسف هو بيتعامل مع كل المنتخبات الأولى على أنها منتخبات وطنية للأسف وبكل أسف اللاعب طالما لعب مع المنتخب الوطني لأي دولة أخرى سواء كان صلاة أو كان على العشب فهو لا يحق له تمثيل أي منتخب آخر طيب لو اللاعب لعب مع منتخب الناشئين في السويد مثلا يحق له تمثيل المنتخبات من أول منتخب الشباب طيب لو لعب في السويد مع منتخب الشباب يحق له تمثيل المنتخب السوري من أول الأولمبي طيب لو لعب مع السويد أو ألمانيا مع المنتخب الأولمبي يحق له تمثيل المنتخب السوري الأول إذن إنت لازم تعلى بدرجة لما تنتقل لمنتخب آخر وتعليق آخر من أمير إسماعيل خربين راح يبدع وأتمنى يروح للدحيل القطري أو الريان وإذا يبقى السعودية يروح لنادي الشباب والله يا أخي الغالي إلى الآن العمر بالنسبة لعمر خريبين ضبابي هو الآن مقيم في مصر يعني أعتقد أنه في أجازة أو نزهة يعني وهو قريب من الزمالك بأي حال من الأحوال وأنا توصلت مع أكثر من حد من زملائي المقربين لإدارة نادي الزمالك ولكن إلى الآن مفيش أي كلام رسمي ولكن طبعا الأكيد أنه أخذ ضوء أخضر من لوتشاسكو أنه هو يختار أو يدور على نادي آخر غير الهلال وتعليق آخر من علوش علوش عمر طيب الأهلي مخسر مع الاستقلال فكرت طلع من البطولة مفهمت لا يا أخي الغالي علوش الأهلي السعودي من أول مباراة وصل للدور الستاشر يعني هو ما كانش لازم يستني كل المباراة اللي بعد كده لا هو أول مباراة لعبها مع الشرطة في دور المجموعات تأهل للدور اللي بعد كده لأنه هو طبعا المتصدر على مجموعاته وتعليق آخر من فايصل الخالدي أخي الكريم سمعت أنه آياز عثمان ممكن ينتقل للدوري الألماني وصراحة ما فيه صعوبة لأنه هو عنده تجربة وخبرة مع الدوري الألماني فعلا آياز عثمان اسمه قريب من الدوري الألماني وهيعود من جديد ولكن إلى الآن الأمر غير مؤكد اللي شجع فكرة اقترابه من الدوري الألماني أنه هو دلوقتي جاعت في ألمانيا آياز عثمان خد أجازة من نادي أضنى دمير سبور بعد ما خد منهم فرصة للتدوير على نادي آخر وراح دلوقتي هو مقيم في ألمانيا ولكن نظل ونكرر ونقول آياز عثمان قريب من الدوري السعودي على الأغلب إما نادي القادسية أو ضمك أو نادي الفتح في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة بعتازل إذا كنت مجهد النهاردة باين علي أن أنا مجهد لأن الجو عندنا حر جدا جدا في مصر ولا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته